صباح الخير صبايا اليوم دا أعطي بعض الملاحزات الفعلا هي مفيدة للمبتديقات على الكبة الصينية الكبة بالصينية طبعا انت وقت اللي بتمديها أنا طرحت طريقة تشكيلة بالتفصيل وطريقة تقطيعة فعلا كتير سهل لتاغدي هذا الشكل المطلوب اللي هو نجمة وفي رسمة تانية طيب لناخد طراوي للكبة بصينية أول شي انت وقت البط قطعية بسكينة قطعية بس ما تنزلي السكينة للأخير مشان نحن هاي بدنا نقلبها هون ناخد قالب متماسك وشكل جميل تمام الطراوي تبعت الكبة تيجي من السمن الوفير المفروض القاعة الصينية ده ندهنة سمنة مظبوطة والأهم نكتر السمن على الوش مشان ما تنشاف الكبة أثناء عملية الشوي طبعا أول شي منحمل فرن خمس دقايق بعدين مندخلها منشعل من تحت بشقروا الحواف منطفي من تحت منشعل من فوق نحن الزينة هاي اللوز إلى غايتين غاية تجميلية وغاية بتعطيكي إشارة للاستواء بأنه أغدت عجينك الكبة الاستواء الكامل مجرد ما صارت بأول مرحلة من لون الدهبي رح يعطيكي إشارة إنه الكبة أغدت استواءه وطفه أنا طبعا في صبايا عملوها بصانوبر نصحتهم ممنوع لأنه الصانوبر رح يحترق قبل ما تاغدي عملية الاستواء لعجينة الكبة بدك تزينيها بكاجو معلش بدك تزينيها بفستو الفستو الشرحي بالنص وقبل بيوم حطي الفستو بمنشفة مبلولة من الماء وعصرية مضبوط وحطي الفستو بداخله ولفية مثل صرة للمنشفة ثاني يوم اقسمي الفستو بالنص أو تركيها كما هي وبعدين زيني فيا الكبة أو العجاين بتاغدي لون الفستو بياخد العقل وبيعطيكي نفس النتيجة هو إشارة للاستواء ما بدنا يجف الفستو وياخد لون محروو قبل ما تستوي العجينة أو عجينة الكبة أنا طالعتها للكبة بالصينية استعملت أنا سمن حيواني عادي المتوفر عندي أو سمن نباتي جود بالموجود مجرد ما أطالع عندي سمن عربي باخد معلقة على طريقة أهل الحلو هن ما بتوفي معهم يعملوا الكبة أو الحلو بسمن عربي سك دايما بيستعملوا مثل البخاغ أو السيرنج لأنه طعم السمن العربي رح يضغى على الطعم ويضيع السمن النباتي طعمه أو الحيواني العادي باخدها بهالطريقة شوفي شلون رح تعطيدي اللمعة بهالطريقة بدون ما أزعجة للكبة أنا هلأ بس تبرد شي عشر دقايق بس بغطيها فرض ما أنا احترقت معك احترقت انتي معك وشي الكبة أغدت لون زايد إيش بتساوي؟ ما تخافي التأمير بتروح مجرد ما تغطي صينية الكبة وتحطيها على جنب بعد ساعتين ثلاثة رح تفتحي تلاقيها رطبة وأغدت الليونة أنا هلأ بعد ربع ساعة رح أغطيها طيب ما تستعجلي وتسك بالكبة بالقالب وهي سخنة أصلا الكبة الصينية هي طيبة دافية دافية ومائلة حتى للبرودة مجرد ما تبرد تماما أنا بحط هالصحن بهالشكل صحنين متل بعض بحطها بهالشكل بقلبها وبرد بقلبها للصحن الثاني لأخد سألوني الصبايا شلون بتحصلي على قالب كبة بشكل جميل اللي عرضتوا شوفي الكبة مجرد إذا أغدت النجاح المطلوب مجرد مات الزية بتحرك أرص الكبة معناه أخد المقدار الصحيح من الهبرة ومن التحضير البرغل بحاجة لطرطيب لعدة مراحل ما تصير تعطي الكبة مي مباشرة بس وتكتفي بعدين بتلين وبالعامية عنا الحلبية منقول البرغلة بتفنش ما تاخدي هالقوام والطعم الوطيب هاي هي ملاحظاتي بكبة بإذن الله بعد شوي رح أعرض لكم إياها شلون رح أاخد هلأ أنا رح أقلك إياها بهالطريقة شوفي شلون رح تنقلب معي بسهولة ومع أنه هي سخنة تمام شوفي هالشكل الجميل أنا هلأ بجيب صحن ثاني برد بقلبها شوفي شلون التأسيم ما ونزل لتحت التأسيم لا تنزلي لتحت هدول هنين الملاحظات من قروب مطمخ دلال حناوي للمبتدئات والنواعي مغلق خطوة بخطوة عزرا أنا لكسرة العدد هلأ حاليا موقفة الانتساب لأنه في بعض البنات وجودهم كان للتسلية فقط رح نستسنيهم وندخل بدانهم أهلا وسهلا فيكي صبي شكرا للمشاهدة